أثمنا صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينتش مجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن دعوته للحوار الوطني التي أطلقها في إفطار الأسرة المصرية تأتي من يقين راسخ بأن الأمة المصرية تمتلك من القدرات والإمكانيات التي تتيح لها البدائل المتعددة لإيجاد مسارات للتقدم في كافة المجالات سياسيا واقتصاديا ومجتمعيا وفي كلمته بالجلسة الافتتاحية للحوار الوطني أكد الرئيس السيسي أن مصر الغالية تمتلك من كفاءات العقول وصدق النواية وإرادة العمل ما يجعلها في مقدمة الأمم والدول وأن أحلمنا وأملنا تفرض علينا أن نتوافق ونصطف للعمل ونكتمع على كلمة سواء مشيرا إلى أن تعظم التحديات التي تواجه الدولة المصرية على كافة العصائبة عززت ضرورة الحوار معربا عن تطلوعه بأن يكون شاملا وفاعلا وحيويا يحتوي كافة الأراء ويجمع كل وجهة النظر ويحقق نتائج ملموسة ومدروسة تجاه كافة القضايا على جميع المستويات ودعا رئيس السيسي كل المشاركين إلى بدل الجهود لإنجاح هذه التجربة الوطنية المحترمة وأقحى من المشكلات والقضايا وتحليلها وإيجاد الحلول والبدائل لها متمنيا من الله أن يكلل جهود الجميع بالنجاح والتوفيق أكد رئيس عبد الفتاح السيسي أهمية تكثيف الجهود للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات القائمة بما يحفظ على وحدة الدول ويصون مقدرات شعوبها ويمنع الإنزلاق نحو الفوضى والدمار مؤكدا بدل مصر أقصى الجهد لدفع مصار الحوار السياسي السلمي في السودان الشقيق ووقف إطلاق النار وحماية المدنيين من التدعيات الإنسانية لنزاع وخلال استقباله وفدا رفع المستوى من مجلس النواب الأمريكي برئاسة كيفين مكارثي رئيس المجلس وعددا من رؤساء وآضاء اللجان من الحزبين الجمهوري والديمقراطي أكد رئيس السيسي الأهمية التي تليها مصر للتواصل مع قيادة الكونجرس الأمريكي في إطار التنصيق والتشاور بين البلدين الصديقين على مختلف المستويات لا سيما في ظل الواقع الإقليمي المضطرب في المنطقة وأوضح متحدث الرئاسة أن اللقاء تترق إلى القضية الفلسطينية حيث أكد الرئيس السيسي موقف مصر الثابت في هذا الخصوص بالتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة من جانبه أعرب مكارثي عن تثمين الإدارة الأمريكية للجهود المصرية الإيجابية في هذا الصدد مشيرا إلى دور مصر الفاعل في الحفاظ على التهديئات بين الجانبين الإسرائيلية والفلسطينية والدفع نحو تنشط عمليات السلام أكد رئيس عبد الفتاح السيسي دعم مصر الأخووي الكامل لليمن ومساندة الجهود الرامية للتوصل لحل سياسي للأزمة بما يحقق مصالح الشعب اليمني الشقيق على مختلف الأصعدة ويساعده أيضا على تجاوز كافة التحديات وصولا إلى استعادة الأمن والاستقرار والشروع في مصر التنمية جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي الفريق الركن محمد الداعري وزير الدفاع الجمهورية اليمنية بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي وسفير اليمن بالقاهرة من جانبه أكد وزير الدفاع اليمنية التقدير الكبير للعلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين والجهود المصرية الدعمة لاستقرار اليمن معربا عن التطلع لتعزيز أطور التعاون الثنائي المشترك في إطار دور مصر المحوري لدفع التضامن والتكامل العربي دعت رئيسة الحكومة التونسية نجل أبودن إلى ضرورة وضع استراتيجية واضحة في مجال تحلية مياه البحر واستعمال المياه المعالجة في مجالات محددة مع التأكيد على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية ومرحلية بالإضافة إلى وضع خطة للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الوزاري لمتابعة تقدم تنفيذ محاور خطة مجابهة الشح المائي في تونس ودرست أيضا المقترحات المقدمة من وزارة الرأي التونسية لتجاوز إشكالية الشح المائي في البلاد أفاد ممثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن القوات الروسية وضعت معدات عسكرية وأسلحة ومتفجرات في مباني قسم التوربينات بوحدة الطاقة في محطة زابوريجيا للطاقة النووية والتي تسيطر عليها منذ أكثر من عام وفقا لللجنة التنظيمية النووية للحكومة الأوكرانية وشدد ممثل الوكالة الدولية في تقرير لهم على أن القرارات والإجراءات غير الملائمة من قبل الجيش الروسي تعرض للخطر كل من مؤظف المحطة النووية وسكان المناطق المجاورة وأكدت الطاقة الذرية أنه في حال حدوث أمر طارئ في زابوريجيا فإن العواقب لن تؤثر على أوكرانيا فقط لأنها ستكون ذات طبيعة عابرة للحدود مشاهدينا انتهى موجز الثامنة وعود الستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل